اكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل السيد جميل بن محمد عليحميدان همية تحفيز الاقتصاد الوطني من أجل خلق المزيد من فرص العمل النوعية للمواطنين باعتبارهم الخيار الأول عند التوظيف منويها بضرورة التعاون المشترك بين أطراف الانتاج الثلاثة لتحقيق رؤية الحكومة الموقرة وتطلعاتها في خلق أمن اقتصادي واجتماعي مستدام في مملكة البحر وقال أحميدان خلال رأسه اجتماع مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل إن الهيئة مستمرة في دعم وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التأقلم مع مختلف الظروف حيث تعمل الهيئة في هذا السياق على تطبيق حزمة من المشروعات والإجراءات المنظمة للسوق بالتنسيق مع ممثلي القطاعات الانتاجية